اهلا وسهلا بكم في جزء الرابع من المحاضرة الرابعة من مقرر تقنية تصوير الطبيب. المحاضرة الرابعة عن موضوع التصوير بالأشعة السينية. تكلمنا في الاجزاء الماضية على فكرة عمل التصوير بالأشعة السينية. انواع التصوير بالأشعة السينية. وعرفنا الى جهزة الموجودة حاليا والصور اللي هي الفارقة بين الصور الرقمية والصور العادية. هنتكلم نهاردة ان شاء الله على اخر جزء في المحاضرة دي وهو عن عوامل السلامة في تصوير الانسان تأثيرات الحيوية للاشعاء السينية جاية من ان الاشعاء السينية هي نوع من انواع الاشعاء المؤينة مؤينة معناها اننا دلوقتي بيقى فيه عندي الجزئ اللي موجودة عندي مثلا حاجة جوا الجسم مثلا زي المية مثلا ممكن المية دي تتفكك لجزئين جزء ده يبقى فيه مثلا هيدروجين وجزء يبقى فيه مثلا الهيدروكسيل جروب اللي موجود دوت يعني بمعنى ان احنا بنتكلم ان احنا دلوقتي فصلنا بعض المواد لجزئين وجزئين كل واحدة فيهم بيبقى واحدة لها اشارة مجابة واحدة لها اشارة سالبة وده طبعا حقيقة بينتشأ من التفاعل بتاع الاشعاء مع الذرات الموجودة داخل الجسم وبينتشأ عن التفاعل ده امتصاص جزء منها وخروج الكترونات سريعة بيتسبب بعضها في تكسير روابط الكيميائية والجينية داخل خلايا الانساجة الحية يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي الاشعاء اللي داخلها ديت بتخش جوه ذرة معينة والذرة المعينة دي بينشأ منها ان هي تمتص الفوتونات بتاعة الاشعاء السينية دي وتطلع الالكترونات بتبقى طلعة بطاقة عالية وبسرعة عالية الالكترونات دي داخل الجسم نفسه ممكن هي تكسر مواد كيميائية موجودة جوه الجسم او ممكن هي تغير او تكسر برضو في التسلسل الجيني اللي موجود داخل الخلية فدي طبعا مشكلة كبيرة جدا لان طبعا تسلسل الجيني دوت هو اللي بينشأ عنه بعد كده بعض الحاجات اللي ممكن تبقى فيها تشوهات او ممكن يبقى فيه بعض التغيرات داخل الجسم ممكن تنشأ نتيجة للتغيرات الجينية لتنشأ من التعارض للاشعاء السيني التسلسل بتاع التأثيرات الحيوية دي بيبتدي من الظرات ان هي الظرات نفسها تتأين يعني او ان هي نفسها ممكن ان هي تبقى يعني تفقد الالكترونات من نفسها من عند نفسها يعني وبعد كده الجزيئات نفسها تبتدي تتكسر او تبتدي يحصل لها تأين يعني ممكن يبقى مثلا لو فيه عندي مياه ممكن تبقى تتقسم جزئين جزء فيه هيدروجين وجزء فيه هيدروكسيل جروب ويبقى معنا كده بتكلم على ان انا الجزيئات بتاعتي تفككت الجزيئات دي هي في الاخر بتمثلي جزء من التركيب الجيني التسلسل الجيني ده عبارة عن جزيئات في الاخر فالجزيئات دي لو تكسرت داخل التسلسل الجيني ده بيحصل تشوهات فيه التسلسل الجيني بتاع الخلية والحقيقة الخلية دي بيبقى التسلسل الجيني ده موجود في النواة بتاعتها وبالتالي لو هو ده تغير بيغير الوظيفة بتاعت الخلية نفسها ويمكن يحصل تشوهات الخلية خليها نفسها تموت او لما تيجي تنقسم تنقسم بشكله في تشويه وفي بعض التغيرات اللي ممكن تخليها تبقى خليها سرطانية طبعاا بالتالي الخلية نفسها هي أساس أعضاء الجسم حصل الله حاجة يبقى بالتالي أعضاء الجسم نفسها ممكن تتأثر تتأثر ان هيا يحصل فيها بعض الأجزاء يحصل لها دمور او بعض الأجزاء يحصل لها انهية تتحور وتبتلك تكون لنا ورم حاجات بالخطورة دي طبعا لو في عندنا أي عضو برضو تأثر يبقى معنى كده كامل الجسم هيتأثر فهو في الآخر كل حاجة بدأت من الضرات ولكن وصلت في الآخر تأثيرها يبقى عند كامل الجسم في عدة عوامل تحدد التأثيرات الحيوية للأشاعة السينية أول حاجة جرة الإشعاع كل ما جرة الإشعاع زادت طبعا كل ما التأثيرات الحيوية زادت كل ما الضرر اللي حدث عن الأشاعة ده زاد طاقة الإشعاع نفس الحكاية لو انا تعرضت للجرعة صغيرة بس الطاقة بتاعتها عالية بتبقى برضو فيها مشكلة الطاقة بتاعت الإشعاع دي على فكرة دي اللي بنستعملها لما بنعليها قوي بنستعملها عشان نقتل بيها الأورام السرطانية فمعنى كده ان احنا ممكن نستغل دي بقى ان احنا نقدر نفيد بيها في الآلاج الإشعاعي مثلا ان احنا نقدر نقضي بيها على السرطان نحن لو نتكلم على التصوير التشخيصي يبقى معنى كده طاقة الإشعاع كل ما زادت كل ما سببت أضرار أكتر حجم الأشعة أو حجم الأنسجة المعرض للإشعاع ده برضو كل ما زاد كل ما كان التأثيرات الحياوية أكتر كل ما زاد زمن التأثيرات الإشعاع كل ما طبعا الجرعة زادت كل ما كان طبعا ده أسوأ نوع الخلية بيفرق معايا كل ما كان الخلية من الخلايا اللي هي نشطة وبتنقسم كتير وبتنمو زي مثلا الخلايا اللي بتبقى موجودة مثلا عند الأجنة دي الحقيقة التأثيرات بتاعيتها تبقى أخطر بكتير وتبقى أسرع بكتير بتفرق معنا برضو مرحلة انقسام الخلية لو فرضا الأشياء دي جات في أثناء الخلية دي ما بتنقسم ممكن ينتج عن كده ياما تشوهات في الانقسام ياما يبقى فيه بعض النواتج بتاعة الانقسام دي تكون خلايا ميتة ممكن يبقى فيه بعض الحاجات تتحور فالحقيقة بتفرق معنا إمتى جلنا الإشعاء دوت في مرحلة انقسام الخلية حسب الجزء برضو معرض للإشعاء برضو بيفرق لأن عندنا فيه بعض الأجزاء اللي في الجسم مثلا الانسجة اللي فيها ما بيحصلهاش نموه بشكل سريع هي كل ما كانت الخلايا بتنمو بشكل سريع ونشطة كل ما كان تأثرها بالإشعاء أكتر فبنتكلم مثلا على الخلايا مثلا عصبية لا دي بتنمو بشكل بطيء فمعنى كده تأثرها بالإشعاء أقل إنما إذا ما نتكلم مثلا على الخلايا بتاعة مثلا تجديد الدم مثلا زي مثلا خلايا بتاعة النخاع العظام مثلا لا دي الحقيقة بتتعرف بشكل كبير جدا للإشعاع وممكن هي تتأثر بشكل كبير عمر الشخص برضو بيفرق لان طبعا كل ما كان الشخص أصغر يبقى معنا كده الخلايا النشطة اللي فيه بتبقى أكتر اللي يتنمو بشكل أسرع فبالتالي بيبقى تأثر الشخص كل ما كان سنه أصغر بيبقى أكتر والصحة العامة للجسم برضو بتفرق لان كل ما كان الشخص صحته ضعيفة كل ما كان تأثره الإشعاع كان أكتر فطبعا دي واحدة من الحاجات اللي لازم رأيها جدا فيه مثلا الحاجات اللي زي مثلا لو فيه حد عنده طفل صغير أو حد عنده مثلا بيبي أو حد مثلا ست حامل طبعا بالنسبة للحامل يعني غير مسموح تماما لتعارض الأشاعة السينية عشان بيبقى في منتها الخطورة بالنسبة للجنين في مجموعة من نصائح للحد من تأثيرات الأشاعة السينية الضارة أولا النصائح للمريض اللي بيتعرض الأشاعة السينية للتشخيص أو المسميه تعرض للطبي مفروض التصوير فقط للضرورة ولا تحت الشراف طبيب أو فني متخصص ما يبقاش لأي سبب تاني ما يحدش تصور مثلا عشان عايز مثلا يبقى عنده صورة لنفسه مثلا بالعشاعة السينية لا ما هيش كده لازم يبقى تصوير فقط للضرورة ويجد تقليل زمن التصوير والجرع قدر المستطاع يعني كل ما قدرنا نحن يعني مثلا في التصوير مثلا لو الشخص مثلا تحرك في أثناء عملية التصوير ممكن يحصل أن الصورة تبقى مهزوزة شوية أو ممكن يطر يعيدها فسحسن يبقى فيل تزام تام بالإجراءات بتاع التصوير بحيث ما يبقاش فيه يعني إطالة لزمن التصوير بيعادته مرة أخرى ولا يمكن إطلاقا تصوير الحوامل لا يمكن استعمال الأشاعة السينية في تصوير أي حاجة لها علاقة بالحمد أو متابعة الحمد طبعا ده احنا كلمنا فيه أنه هو الأشاعة السينية خطر جدا بالنسبة للخلايا اللي هي بتنمو بسرعة وطبعا الخلايا بتاعت الأجنة بتبقى بتنمو بشكل كبير جدا وتعرض يعني جراءات ولا قليلة من الأشاعة السينية بيقى فيها خطورة على الجنين وممكن يحدث منها تشوهات في أجنة ويجب مراعاة تقليل تعرض الإشعاعي لأضاء التناسولية بالذات يعني بمعنى أنه ممكن يبقى فيه بعض الأحيان بيبقى فيه بعض الحاجات اللي بتتحط حوالين المناطق اللي هي السفلة من الجسم بحيث أنها لو حد بيصور مثلا أشعة الصدر مثلا مايبقاش فيه أي تعرض إشعاعي لأضاء التناسولية خاصة لأن طبعا الأضاء التناسولية برضو من الحاجات اللي ممكن ينشع عنا بعد كده تشوهات فيه لجنة فيه بالنسبة لأشخاص التعرض للتعرض الإشعاعي دوت لو حبينا يدي نصائح الحد من تأثيرات الأشعة السينية الضارة بالنسبة لأطباء وفنية الأشعة دول التعرض بتاعهم مختلف شوية لأنه بنسميه تعرض مهني تعرض مهني معناه أنه هو كل يوم بيروح بيشتغل في مكان فيه أشعة سينية فأقل تعرض للأشعة السينية في العمل بتاعه في أثناء العمل بتاعه مع تكرار التعرض دوت ممكن يسبب له أعراض خطيرة فيبقى فيه يجب استعمال واقع الأشعة والتواجد خلف ساتر عازل عند التصوير واقع الأشعة بيبقى برعا بلطه بشكل ده كده بيبقى مرصص يعني فيه رصاص وممكن يلبس نظارات برضو مرصصة برضو عشان العين من الأجزاء الحساسة جدا للأشعة وبيبقى هو نفسه بيقف يعني خلف ساتر والساتر دوت بيبقى فيه برضو عزلة عن طريق الرصاص ممكن بفيه زجاج مرصص بحيث يقدر هو يبص على المريض وفي الوقت نفسه يبقى معزول تماما عن الأشعة السينية اللي موجودة في غرفة الأشعة فأثناء الفحص والحقيقة لازم بيأخذين في اعتبارنا أن جرية الأشعة بتاعت اللي بياخدها الشخص تركمية مع الزمن بمعنى أن احنا لو الشخص اللي بيعمل في مجال الأشعة السينية ده وتعرض لجرعة ولو الصغيرة يوميا هنلاقي مع الزمن الجرعة دي أصبحت خطيرة كفائية تسبب له أمراض خطيرة فبالتالي بيجب استعمال وسائل لقياس جرعة الأشعة وتحليلها بانتظام الأشخاص اللي هم زي الأطباء وفنية الأشعة والحقيقة يجب الامتناع عن التعرض للأشعة إذا جازت الجرعة عن الحد المسموح به سنويا بيبقى فيه عندنا حد سنوي كده للأمان حددته للجهات الرقابية في مجال الأشعة بيبقى فيه عندنا جهاز قياس بالشكل ده كده بيتحط على الواقي بتاع الطبيب وممكن تحط في أجزاء أخرى في تحت كمان الواقي بحيث تأكد أنه هو الجسم نفسه ما تعرضش فعلا للأشعة من تحت الواقي دوت وبيتم تحليل جرعة بتاعت الإشعة اللي هو أخذها الشخص دوت بشكل دوري ولو حصل أنه تخطط الحد بتاع الأمان السنوي اللي الجهات الرقابية دي وضعته بيمنع تماما أنه يتعرض للأشعة يعني يتوقف عن العمل يعني يوقف عن العمل يعني لغاية لما بقيت السنة يعدي يعني فرضا مثلا فيه عندنا جرعة بتاعت الإشعة دي لتتخطى مية مثلا مية دي يعني مش مشكلة تبقى وحداتها إيه لو هو وصل للمية دي في خلال الستة شهر الأولين من السنة بيتوقف تماما عن العمل لمدة ستة شهر كمان بحيث أنه في السنة كلها يبقى برضو المية دي هي الجرعة اللي يتعرض ليه عشان يبقى هو شخص دي صحته في منتقى الأهمية طبعا علشان يعني ما ينفعش أنه هو أو هو بيشتغل يبقى بيتعرض لحاجة تبقى في الآخر ممكن تكون قاتلة بالنسبة له أو تعرض له أمراض خطيرة فطبعا للأسف يا دي ما بنشوفهاش حقيقة في بلادنا في كثير من الملاكس بلاد الأشعة في بلادنا ما بيستعملوش الأجهزة البسيطة دي وبالتالي الحقيقة تعرض لجرعات الأشعة ما هواش يعني يعني فيه جزء من الإهمال يعني فيها ممكن تعرض لجرعات أشعة وما تبقى عارفة أنها تعرضت أو ممكن تبقى مفروض أنها تتوقف عن أنها تعمل في الجزء دوت وفي نفس الوقت بتعمل فالحقيقة الجزء ده الحقيقة أنا أتمنى أنه يكون موجود في بلادنا أن نعتني شوية بالأشخاص اللي بتعرضوا للأشعة تعرض مهن أشكركم بمحصم تبعيدكم ده كان الجزء الرابع والأخير من المحاضرة الرابعة هنلتقي إن شاء الله على الأخير في المحاضرة الخامسة عن موضوع التصوير بالأشعة المقطعية ترجمة نانسي قنقر